اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأعزاء نحن اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن موضوع من الأهمية بمكان وهذا الموضوع وللأسف لج فيه صنوف من الناس للأسف هذا الموضوع كثير منا يقع فيه وأنا إن أحببت أن أسمي هذه الحلقة فسأسميها خطورة الكلام وما فيه من الآثام فنحن اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن خطر الكلمة أيها السادة رأى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأنا أقتصد على مطلع ذلك الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد في هذا الحديث حفث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم الصمت فإن بغي عليك إن أردت أن تتكلم بالكلمة فإن بغي عليك أن تنظر في منطوقك قبل أن تتكلم تنظر ما هو مآل هذه الكلمة الكلمة دي راح فيه ينظر في منطوقه قبل أن تتكلم لأن الإنسان ربما تكلم بالكلمة ويندم على أنه قالها وهذا للأسف الشديد فهذا الحديث قطبوا أرحى ذلك الأمر وأنا سأصرد لك حال السلف في ذلك وأبدأ بسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الحديث كسردكم مش عمال يتكلم كده عماله على البطال على الفاضي وخلاص لا عليه الصلاة والسلام فقد أوطي أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم ولكن كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت لو أردت أنك أنت تتأمل حديثه عليه الصلاة والسلام تشوف الحديث تلاقي حديث سطرين ثلاثة أربعة خمسة ستة بحد أقصى ذي أحديثه عليه الصلاة والسلام وكما قلت عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام فهذا هو شأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عيشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم كانت يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه صلى الله عليه وآله وسلم إنما نحن الآن نتكلم في كل شيء وهذا خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عمر رضي الله عنه على أبو بكر فوجده آخذ بلسانه أبو بكر كان مسك لسانه فقال له عمر ما لك يرحمك الله فقال له أبو بكر هذا وأشار إلى لسانه قال هذا أوردني الموارد لساني ده عمل لي مشكلة كبيرة جدا عمل لي مشكلة كبيرة وكان عمر رضي الله عنه هذا الفاروق الذي طويت سعادة المسلمين في أكفانه رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول من كثر كلامه كثر سقطه اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت الزنوب اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير فبيشير الزنوب كتير وبعد كده بيخش النار من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به شوف بقى خطورة الكلمة دي وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان يا سلام يعني بقول لك لو كان في شيء على ظهر هذه البسيطة ينبغي عليه أن يسجن وأن يحبس فهو اللسان وذلك لخطورته لأن هذا اللسان يودي بالمر يودي به إلى الهلكة وربما يودي به أيضا إلى النار نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لا خير في الحياة إلا لأحد رجلي متكلم عالم أو منصة واعن متكلم عالم يتكلم لكي يفيد الناس لكي يميط الجهل عن الناس فهذا يفيد الناس فهذا كلامه في موازين حسناته أو منصة واعن واحد يسمع هذه الحكمة وهذه العبرة وهذا الحديث يطبقه في حياته وفي مسيره إلى الله عز وجل فلا خير في الحياة إلا لأحد الرجلين متكلم عالم أو منصة واعن وكان وهب ابن منبه يقول قال أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت أحكم الناس هو الذي يتكلم بالكلام معدود كلامه بسيط وكلامه أليل جدا 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 هذا هو أعقل الناس وهذا هو أحكم الناس وهذا هو أرجح الناس عقلا تمام؟ فأين نحن من ذلك أيها السادة؟ أين نحن من ذلك؟ كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام فإن فضله يضر كل شيء ينتفع بفضله عندك فضل مال ممكن تتصدق عندك فضل الظهر تعود به على الآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له تمام؟ إلا الكلام فإن فضله يضر لهو فضول الكلام الكلام اللي مالوش معنى الكلام اللي مالوش لزمة لماذا تتكلم بالكلام الذي ربما تندم عليه بعد ذلك إنسان ربما يتكلم بالكلمة يندم على ذلك بعد ذلك فليه؟ ينبغي عليك أن تحبس لسانك وأن تنظر في منطوقك قبل أن تتكلم فإن كان مصلحة أن تكلمت وإلا فإنبغي عليك أن تحجم عن الكلام لا سيما إذا كان ذلك الكلام مما ليست فيه مراض الله تعالى ولا مراض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأشقى الناس الذي يبتلى بشيئي بلسان مطلق وفؤاد مطبق لسان مطلق هذا يتكلم كما قلت في كل شيء فيما يحسن وفيما لا يحسن وفؤاد مطبق الفؤاد المطبق هذا هو الذي لا يعي الحكمة أبدا الذي لا يعي الحكمة أبدا وكان الأوزاعي ورحمة الله على الأوزاعي شيخ أهل السنة في بلاد الشام أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها كان الأوزاعي ورحمة الله عليه يقول ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه يا سلام على الكلمة دون ما بلي أحد في دينه ما فيش بلاء أكثر من أن يكون الإنسان يتكلم في كل شيء ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه زي ما قلت لك نتكلم في ما يحسن وفي ما لا يحسن وإحنا دلوقتي مثلا تسعين مليون إنسان فإحنا تسعين مليون محلل سياسي تسعين مليون معلق رياضي تسعين مليون يعني فيلسوف تسعين مليون شاعر تسعين مليون فنان إلى غير ذلك ليه؟ هل أنت تحسن ذلك؟ يعني بغي عليك أن تاقف مع نفسي هو أنا دلوقتي بعرف في الكرة مثلا أنا دلوقتي بعرف في الكرة؟ بعرفش في الكرة طبعا أنتكلم في الكرة ليه؟ أنا دلوقتي مثلا رجل أنا مليش في السياسة بولي أقوم مثلا مليش في السياسة طبعا أنتكلم في السياسة ليه؟ هو أنت لو أنك لم تتكلم في الكرة مثلا أو في الرياضة وتكلمت في ما تحسن فقط هل الناس سيتهمونك بالعي إن كنت بتعرش تتكلم؟ بالعكس ده أنت تسلم وتغنم تسلم من ذلك يعني كنت بتكلمش على الفاضي لا أنت بتكلم في الكلام الذي في محله في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعازك تصلى عن نبي عليه وسلم كده وانت آه تصلى عن نبي عليه وسلم وزيد النابي صلى صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة شف انظر تأمل تدبر إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا شف بالكلمة ما تقولش لديك كلمة بسيطة أو تعدي لا فيش حاجة اسمها تعدي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ريقك هذا هو الحبر ولسانك هو القلم الذي يسطر ما تقول فأنت عايز ما تقول إيه ما الذي تبغي أن تقوله أي شيء ترجو أن يكون في صحائفك يوم القيامة تأمل هذا الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة شف بالكلمة لا تحقرن شيئا لا تحقرن شيئا أبدا من الذنوب والعصي أبدا مردون الله يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريفا تخيل كده الإنسان يلقى من على شفير النار لا يبلغ قعرها إلا بعد سبعين سنة ده ليه؟ ده عشان كلمة فزي ما قلت لك لا تحقرن من الذنوب شيئا فإن الجبال من الحصى لا تقول لك أسدي كلمة وتعدي لا أسدي بسيطة ولا مقدشة لا أبدا كل كلام مزبور ومحفوظ ومسطور في صحيفتك هذه الصحائف تعرض عليك يوم القيامة والله عز وجل سيوقفك على هذا الكتاب هل تنكر منه شيئا؟ لا هل ظلمك كتبتي؟ لا أبدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى هو المقصد سبحانه وتعالى وهو العدل سبحانه وتعالى أقل الكلامك واستعذ من شره إن البلاء ببعضه مقرون واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون وقل لسانك بالفؤاد وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه وليكم حكما ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون أبلغ الناس هو الكلام معدود ومكمل النجاة يكون في لزوم الصمد في سنن الترمذي من حديث سفيان الثقافي قال قلت يا رسول الله من نجاة تأمل كده وتدبر كده الحديث ده وتدبر كلمتين بتوعي النبي دول عليه الصلاة والسلام بس بعد ما تصلى إليه عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله من نجاة إيه يا رسول الله العمل إلا أنا لو عملته أنجو بي أمام ربي فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم يبقى اللسان ده هو أكتر شيء النبي عليه الصلاة والسلام خايف منه ليه خايف عليك منه لأنه هذا اللسان كالسبع إذا لم يحجمه المرء ويلجمه فإنه يعدو عليه فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك بذلك يخبرك بملاك النجاة وفي حديث معاذ الذي أيضا رواه التلميذي وغيره لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أَوَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَقُولُ هو إحنا يا رسول الله هل نتحاسب على اللحنا بنقول ده أَوَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا نَقُولُ يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم وقد تعجب عليه الصلاة والسلام فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم هو في حاجة مودية الناس في دهية وهدخلهم النار زي اللسان أبدا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يخبرك بذلك وهل يكب الناس في مناخرهم أو على وجوهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فينبغي على كل عاقر أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد لكي يسمع أكثر ما يتكلم ربنا إدك وإدنين اتنين لكن إدلك فم واحد فقط ليه؟ هذا كناية على كثرة السماع وقلة الكلام لأن الإنسان ربما تكلم بالكلمة ثم يندم عليها بعد ذلك والكلمة إذا تكلم بها الإنسان ملكته ولم يملكها طالما خرجت منك خلاص أنت أصبحت محجوجا بهذه الكلمة هذه الكلمة إما لك وإما عليك ورب كلمة سلبت نعمة واللسان هو المورد للمرء موارد العطم اللسان ده ممكن يودك في ده رب إنسان يقتل بكلمة كم في المقابر من قتيل لسانه كما يقول الشفعي وعشان كده أخبر صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أعانى على قتل مرء مسلم ولو بشطر كلمة شوف نص كلمة نص كلمة مش بكلمة لا من أعانى على قتل مرء مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو عليه غضبان شوف ده نص كلمة لو أنت قلت بسلا وقلت شوف نص كلمة دي للأسف تلقى الله وهو عليك غضبان والإنسان يدخل في دين الله عز وجل بكلمة ويخرج منه بكلمة ويستحل فرج المرأة بكلمة وتحرم عليه بكلمة فما تحتقرش الكلمة لا تحقرن من الكلام شيئا أبدا كما قلت هذا الكلام أنت ستحاسب عليه وستلقى ربك غدا وستقف وتمثل بين ديه سبحانه وتعالى ماذا أردت بهذا الكلام؟ أنت أردته أنت دلت المثل لماذا تتكلم؟ هل أنت تتكلم لكي تعرف لكي تشهر؟ إذن اذهب وخذ أجرك ممن تظن فيهم ذلك أبدا لا شيئا لك يوم القيامة عند الله عز وجل لأنك ما كنت تتكلم ابتغاء مرضات الله لا أنت كنت بتتكلم عشان تطرب بثناء الناس عليك هذا هو حظك هذا هو حظك إذن اذهب وخذ أجرك ممن أشركتهم مع الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وكان الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان يقول تعاهد لسانك إن اللسان سيء إلى المرء في قتله وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله اللسان هذا بريد الفؤاد يدل الناس على عقلك لأن اللسان هذا هو مغرفة القلب اللي جوا ما فيك ظهر على فيك اللي جواك بيظهر على لسانك على طول مباشرة فاللسان ده زي ما قلت مغرفة بيغرف اللي في القلب فأنت لو كانت جوا نظيف ستخرج كلاما طيبا طيب وإن كان غير ذلك للأسف تسمع الشتائم والألفاظ البذيئة والألفاظ النابية وهذا ما نراه ونلحظ في مجتمعنا الذي نعيش فيه نسأل الله عز وجل السلامة والعافية وأيضا شر ما يبتلى به الإنسان في هذه الحياة شيئين كما قل لسان مطلق وفؤاد مطبق ورب كلمة تقول لصاحبها دعني دعني ولله در القائل ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموته ما ذل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموته إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت يا سلام الصمت ده در لأنك تخرج كذلك الدرر بطول صمتك وطول سكوتك لأن كما قلت إنسان لا يعير بعيه إذا سكت أبدا أنا أستطيع أن أتكلم كثيرا لكن أنا قبل أن أتكلم أنظر في منطقي هذه الكلمة ما هو مآلها؟ طيب هذه الكلمة لماذا أنا قلتها؟ طيب هذه الكلمة دي أنا استعملتها لرد ربنا ولأنا بستعملها عشان حظ نفسي لكي أطرب بثناء الناس لما تنظر كذلك إلى حال السلف ترى الأمر العجب العجاب العاجب قال بعض السلف صاحبت الربيع بن خثيم عشرين عاما فما سمعت منه كلمة تعاب ياه تخيل الرجل بيقول أنا فضلت مصاحب الربيع بن خثيم ده عشرين سنة عمري ما سمعت منه كلمة واحدة بس تعاب أقول له لا دي الكلمة دي عيب ما يصحش أنك تقول دي الكلمة دي أبدا تخيل وقال بعضهم صاحبت الربيع بن خثيم عشرين عاما فما أظنه تكلم بكلام إلا بالكلام الذي يصعد إلى الله ليه؟ لأن الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى تخيل عشرين سنة ما سمعش منه كلمة تعاب آه عشرين سنة ما سمعش منه إلا بالكلام الذي يصعد إلى الله آه لأن هؤلاء القوم عالموا لماذا يتكلمون عالموا لماذا يتكلمون أنت بتتكلم دلاتي ليه؟ في ناس عندها شهوة الكلام هو عايز يتكلمه خلاص عايز يتكلمه لكي يعرف لا هذا يسقط من عين الله عز وجل أولا ثم من أعين الناس ليه؟ لأنت مثلا لو عادت مع واحد مثلا ورد بيكلم كتير ويقول لك يا أبو صدعني يا دواجع دماغ لا عم حمش شعب عصلا فلان جاي حسن هيا كل دماغنا صح؟ بيحصل كده لكن الذي يتكلم بالكلام المعدود الكلام الأوليين الكلام البسيط هذا لا يعيبه الناس أبدا ولا يعيبه رب الناس أولا سبحانه وتعالى أبدا ده ربنا بيحمد ذلك الله عز وجل يحمد منك ذلك إن الكتب تتكلمش كتير وقال بعض السلف أيضا صاحبت عبد الله بن عون خمس عشرة سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا يا خبار تخيل تخيل يا أه أظن إلى هذه المكرمة خمسطاشر سنة ما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا أو كتب عليه سيئا آه وعبد الله بن عون هذا من سادة التابعين رحمة الله عليه أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع هؤلاء هم الذين نفتخر بالانتساب إليهم هؤلاء هم آباؤنا وهؤلاء هم سلفنا وهؤلاء هم قاداتنا الذين نعتز به فما العز في الإسلام إلا في ظلهم وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا وأيضا رأى الترميذي من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا تخيل عقبة ابن عامر رضي الله عنه بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله من نجا بأي شيء أأنجو ما هو مكمن النجا يا رسول الله شو بقى النبي قال له قال له صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خصيئتك هذا هو مكمن النجا التلات حاجات دول أمسك عليك لسانك كأنك تمسك لسانك ده ما تحركوش أبدا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك قال ليه كاعد في بيتك كده معزز مكرم لا تخرج إلا لحاجة كما كان بعض السلف يفعل ذلك بعض السلف كان يفعل ذلك لا يخرج إلا لحاجة وكان بعضهم يقول والله لو لا الجماعة يعني لو لا الصلاة في الجماعة ما خرجت إليكم ما خرجت إليكم ليه؟ لأن مخالطة الناس هذه تقس القلب وتورث الأحقاد وتورث الضغائد وتورث الحسد تمام؟ لكن أنت لما تكون قاعد في بيتك خلاص أنت كففت شرك عن الناس وكففت شر الناس عنك وكان طاووس بن كيسان رحمة الله عليه يقول نعمة صومعة الرجل بيته أفضل شيء يبقى أنت قاعد في الصومعة بتاعتك بيتك ده هو المملكة بتاعتك يبقى أنت ما تخرجش إلا لحاجة لكن تمشي بقى في الطرقات وتنظر إلى هذه وتغازل وتلك هذا لا يجوز ولا يليق أبدا تمام؟ يبقى زي ما قلت الثلاث حاجات دول النبي عزيزي السلام بيقول لك هم مكمن النجاح أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أنت فرطت في جنب الله عز وجل كثيرا رتكبت ذنوبا كثيرا طيب يبقى عليك أن تبتهل إلى الله عز وجل وأن تجأر إليه سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يسامحك على هذه الذنوب التي قدمتها والتي ستخدم بها أمام ربك سبحانه وتعالى يبقى إيه؟ ابك على خطيئتك وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه ويل له ويل له يتأمل هذا الحديث وتدبر تلك المعاني جيدا ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه في ناس كده ممكن يقعد يقلف نكت واخد بالك إزاي ممكن يعمل شريط نكت كده ليه عشان يضحك الناس وفي الأصل هو بيجذب هو كذاب أصلا هو كذاب ونقشر ويل للذي يحدث القوم بالحديث ليضحكوا منه ويل له ويل له لأن فيه صنف من الناس ما بيحلهمش التهريج ولا الهزار ولا المزاح إلا في دين الله عز وجل يجي يقول لك بص مرة واحد شيخ مش عارف عمل إيه مرة واحد شيخ مش عارف سوى إيه خلاص لم يبقى لنا شيء لمزح فيه إلا في دين الله عز وجل زي واحد أحمق مغفل أنوك طلع من أسبوع كده يلبس عمامة الأزهر وطلع يتريع الأزهر هذا لا يريق هذا لا يريق لأن أنت بذلك هذه العمامة فيها سمت الإسلام عمامة الأزهر هذه فيها سمت الإسلام فأنت بذلك ما بتريع على السمت ده وبعدين أنت تريد أن تسقط هذه القامة وهذه القيمة من صدور الناس ومن أعين الناس طيب أنت تستفيد إيه هل أنت تجرؤ أن تفعل ذلك مثلاً مع أي ديانة من الديانات الأخرى ما تقدرش والله ما تقدر لكن حمى الإسلام أصبح وللأسف ممتهم من كل الناس حتى من أبناء المسلمين وإن لله وإن ليه راجعون خلاص ما بقاش في حاجة نهزر فيها إلا في دين ربنا سبحانه وتعالى لم يبقى لنا شيء نقدمه إلا هذا التهريج إن لله وإن ليه راجعون ويل للذي يحدث القوم بالحديث يضحكوا منه ويل له ويل له هذا ويل وسعير وثبور لهؤلاء الذين يتنطعون ويتمزحون بدين الله عز وجل هؤلاء توعدهم صلى الله عليه وآله وسلم وتوعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى قبله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزوا شوف الشيخ شوف دعم عمل نفسه شيخه شوف أهمد المشاي وإذا مروا بهم يتغامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهي يرجع يتحكوا بقى في بيوتهم وهزروا برحيتهم جدا هؤلاء لحيئة كل إنسان ملتزم كل إنسان ملتزم كل إنسان ملتزم كل إنسان متمسك بدين ربنا مش لازم يكون بدائي تمام؟ أنت ما بتقول بقى كلهم ضلالية يبقى أنت خدت زنب كل واحد متمسك بدين ربنا حتى زنب أتلك وما كانش بدائي مش لازم يكون بلحية تمام؟ بس انت خدت زنب وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوا طيب في القيامة بقى في القيامة هناك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إحنا بقى ربنا يكرمنا وإياكم نكون جميعا من أهل الفردوس أهل الإيمان يوم القيامة يضحكون من هؤلاء الكفار وهؤلاء الممازحين وهؤلاء النوكة وهؤلاء المتنطعين ليه؟ لأنهم في الدنيا كانوا بيها الظور ويتحكوا عليه ويتمألسوا عليه لكن يوم القيامة جزاء وفاقة وهذا يوم لا معاملة فيه ولا اعتذار أبدا خلاص سبق السيف العزل كما يقولون فكما قلت ممكن حتى ممكن بعض الناس يعد يتكلم بالكلام غير مفهوم الكلام اللي ملوش أي لازمة وكلام ملوش أي قيمة لكن هو بيتكلم هو كما قلت عنده شرع وعنده شهوة الكلام فممكن يتكلم بالكلام غير مفهوم وكلام ملوش أي قيمة وكلام ملوش أي مصلحة وكلام ملوش أي فايدة لكن هو عايز يتكلم وخلاص هو عايز يتكلم وخلاص زي أشعب كده عارفين أشعب أشعب ده رجل أحمق تمام رجل أحمق قال له أصحابه يا أشعب أنت جالست الصحابة وجالست التابعين فحدثنا بحديث نذكرك به فانتفش وانتشى أشعب وقال نعم حدثنا عكرمة علي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خصلتان ما اجتمعت في رجل إلا وجبت له الجنة فقال له أصحابه يا أشعب ما هما هم يرخص لتندل بقى قال نسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى استفدنا إحنا بقى ما استفدنا إحنا خارج هم يرخص لتندل بقى اللي تنجفين أمام ربنا بيقول لك عكرمة نسي واحدة ونسيت الثاني طب يا عمي إيه المصلحة استفدنا إحنا دلوقتي تمام ما استفدنا إحنا حاجة مش هقول بقى زي الجهر ما بيقول بقىeremos إحنا كده كسبنا الصلع على النبي آه والله دي فعلا دي الصلع على النبي دي ما كسب هذه الكلمة وهذه اللفظة لا يجوز لك أن تقولها تقولش إحنا كسبنا الصلع على النبي لا تقولش كده لإن الصلع على النبي في حد ذاتها دي ما كسب وأنت الطول إنك انت تصل على النبي عليه الصلاة والسلام ده شرف لك انت هذا شرف عظيم بازخ لك عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الناس وهو أعظم الناس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبقى منفعش أنك انت تقول الكلمة دي منفعش تقول لي احنا كسبنا الصلاة على النبي ويسمعن لا منفعش الكلام ده أبدا لا يليق أبدا ولا يجوزه أبدا انك انت تتخذ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هزوا لا أبدا هذا لا يليق بمسلم عاقل كيس أبدا يبغي عليك أن تكثر من اللهج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا أنك تمتهن ذلك لا أبدا هذا لا ينبغي أبدا ولا يكون أبدا وانظر إلى ما رأاه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها يوما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت صفية بنت حيي رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني أنها قصيرة وكانت صفية رضي الله عنها قصيرة لم تكن بالطويلة يعني فعائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا تعني كما قلت أنها قصيرة فعتبها صلى الله عليه وآله وسلم وقد غضب غضبا شديدا من عائشة رضي الله عنها وقال لها صلى الله عليه وآله وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ياه تخيل بكلمة واحدة الكلمة دي لو إحنا رميناها في البحر كده تبوز ميت البحر كلها الماء دي ما تنفعش في شيء أبدا لا تنفع في شرب ولا في ري ولا في أي شيء أبدا بإيه؟ بكلمة طب هي قالت إيه؟ هي قالت إيه؟ هي قالت هي وحشة مثلا ولا قالت دي مش كويسة لا أبدا دي بتقول إيه؟ بتقول حسبك من صفية أنها كذا وكذا طب هي كذا وكذا دي ذم طب هي كذا وكذا دي كلام طب هي كذا وكذا دي يعني أنت لما تتدبر كده لكن شوف النبي عليه وسلم كيف رد عليها وكيف رد عرض صفية عن عرض صفية رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحري لمزجته ده زي ما قلت لك ده بإيه؟ ده بكلمة واحدة بس طب ما لحنا بقى عملين نتكلم عمال على بطال طول الليل النهار فيما نحصن وفيما لا نحصن ما لحنا نعمل يا أخوان ماذا نفعل؟ هل أنت وقفت كده مع نفسك وقفت ونظرت نحن إلى ماذا نصير؟ ده الوقت إحنا عمالين نتكلم عمال على بطال طيب وبعدين إيه آخرتها؟ وقفت مع نفسك وقفت مع نفسك كده ده الوقت بتكلم بالكلام ده ليه؟ وأنا أرصد إيه بالكلام ده؟ أنا ما هو مقصودي من وراء هذا الكلام؟ أنا أرصد إيه من وراء؟ مش لازم قبل أن تتكلم تنظر وتعقل وتعقل هذه المعانية التي تقولها؟ هو أنت بتتكلم وخلاص؟ هو أنت بتتكلم وخلاص يعني عندك شرح وشوة الكلام وخلاص؟ لا ما ينبغي عليك أن تنظر وتعقل الكلام قبل أن تقولها؟ هل هذا الكلام فيه مراضي الله؟ آه أمين يا بقى أن نتكلم لا الكلام ده مفوش مراضي الله الكلام ده أصد به مثلا أنا أقصد به مثلا حتى ينظر الناس إلي النصرية أنني أستطيع أن إنتام أتكلم واؤرف أتكلم كويس جدا وما شاء الله ولابيقوا الكلام ده؟ لا زي ما برضو يقول لك حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الفكر حرية الفكر ايه وتعبير ايه ورأي و 준비هم done ايه الكلام ده؟ فيش حاجة اسمها حرية الرأي في دين ربنا دين الله واحد فيش حاجة اسمها حرية رأي ما فيش حاجة اسمها حرية رأي في الإسلام رأيك ده أنت تعبر بيه نفسك انت بمزاجة كنت بس لكن في دين ربنا لا للأسف كثير من الناس ممكن زي ما قلت لك يتكلم في كل شي ويتكلم في ما يحسن وفي ما لا يحسن طيب أنت بتعرفش تتكلم يعني في المسائل تتكلم فيها ليه أنت لا تحسن هذا لماذا تتكلم وبرضه تجد مثلا صنف من الناس يعود مثلا يقع في الناس يقع في العلماء يقع في المشايخ إلى غير ذلك طيب يا بنية أنت قبل أن تعترض ينبغي عليك أن تتعلم أو أنت دلوقتي ماذا حصلت من العلم لكي تقع في العلماء في المشايخ في الفضلاء النسل الفضلاء ممن سبقوك إلى الله عز وجل وممن سبقوك إلى دين الله تبارك وتعالى وممن سبقوك إلى العلم وممن سبقوك إلى الدعوة إلى الله عز وجل ربما مثلا بعض العلماء بعض البشايخ بقالوا مثلا عشرين تلاتين سنة في الدعوة إلى الله عز وجل يعني قبل أن يلتقي أبوي هذا الإنسان زي ما عبد الله بن وهب اعترض يوما على عبد الله بن رهيعة في حديث فبلغ ذلك ابن رهيعة فقال عبد الله بن رهيعة ومن ابن وهب فأنا حدثت بهذا الحديث قبل أن يلتقي أبواه قبل أبوه ما يعرف أمه أصلا قبل أبوه ما يتجاوز أمه أصلا وأنا بتكلم في دين ربنا وأنا بدل للناس على ربنا أجي في أخر المطاف ألا عين من دور عياني بيقع فيي وإن لك ده ضال وده بعرفش حاجة وده قصاص وده مبتدع وده ضال إيه ده طب يا ابو نية تعلم أولا فأنت إذا تعلمت لا تستطيع ولا تجرؤ ولا تجترئ أنت تقع في أحد ليه؟ لأنك أنت هتبقى مشغول بنفسك هتبقى مشغول بإصلاح نفسك وهتبقى مشغول بقدومك على الله وتبقى مشغول بالعلم النافع وتحصيل العلم والدلالة على الله عز وجل مش تبقى مشغول أنك أنت تقعد تقول ده ضال وده مبتدع وده ده أبدا فيش كلام ده خالص مش تبقى عندك وقت أصلا مش تبقى عندك وقت خالص وللأسف هذا الأمر انتشر الآن لقيع في العلماء وفي الفضلاء وإن لله وإن ليه رجع فكذلك أيضا كان السلف ينهون عن الكلام فيما لا يعنيهم صحابة الكرام دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه في مرض موته فرأوا وطبعا أبو دجانة هذا يعني هذه حاشية كده بسيطة أبو دجانة هذا هو صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف فطبعا كل الصحابة أراد أن يأخذ هذا السيف ليه يكون معاسف النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل به عليه الصلاة والسلام فقل للصحابة انتشى لكي يأخذ هذا السيف فقال صلى الله عليه وسلم ولكن من يأخذه بحقي فالصحابة كلهم نزلوا أديهم غير أبو دجانة هذا لم ينزل يده فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السيف وقال له يا أبا دجانة هل تدري ما هو حق ذلك السيف فقال لا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وآله وسلم حق ذلك السيف أن تقاتل به أعداء الله حتى يفتح الله على يديك أو تموت بس هذا هو حق ذلك السيف إنك انت تغزو بي وتقاتل بي لحد ما ربنا يفتح عليك أو أنت موت دونه هذا هو حق ذلك السيف وفعلا أخذه أبو دجانة رضي الله عنه أبو دجانة هذا اسمه سماك ابن خرشة رضي الله عنه فلما دخلوا على أبي دجانة رضي الله عنه صحابه رأوا وجه أبو دجانة رضي الله عنه يتهلل وش ملا بشر وش ملا فرح وش ملا سرور فقالوا له يا أبا دجانة ما لك يرحمك الله فإن وجهك يتهلل وشك منور خالص فقال والله ما من عمل أرجى لي عند الله عز وجل من أمري تخيل مع إنه صحب سف النبي مع إنه قاتل مع النبي مع إن النبي مته وراضي عنه لكن بيقولك ما فيش عمل أقدم به على الله عز وجل من شيئ إيه هم ما بينش إن دول يا ترى قال أولا أنني كان قلبي سليما لكل المسلمين عمري ما حملت لحد في صدري عمري ما حسدت حد عمري ما حقت على حد عمري ما حملت في صدري شيء لحد أبدا دول الشيئين اللي أبو دجانة رضي الله الشيء الآخر يقول أبو دجانة رضي الله عنه والشيء الآخر أنني لم أكن أتكلم فيما لا يعني تخيل وكان الشافعي رضي الله عنه ورحمه يقول ثلاثة تزيد في العقل مجالسة العلماء مجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني مجالسة العلماء ليه لأن العقول تلقيح للعقول أنت لما تعد مع نس أفاضل نس من ذوي الحكم نس من ذوي العقول عقولهم تلقح عقلك فأنت تزيد عقلا بذلك ثلاثة تزيد في العقل مجالسة العلماء مجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعنيك والمرء إذا تكلم فيما لا يعنيه يحرم بذلك الصدق قال سهل ابن عبد الله تستري قال من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق ومن اشتغل بالفضول حرم الورع وكذلك المرء إذا تكلم فيما لا يعنيه يحرم بذلك من الحكمة قيل للقمان الحكيم ما حكمتك إنت إزاي بقيت حكيم كده إزاي بقى كل كلامك معدود وفي محل قال أني لا أتكلم فيما لا يعنيني ولا أضيع ما وليت عليه وقيل للأحنف ابن قيس بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم إنت إزاي بقيت سيد على هؤلاء القوم وأنت لنت من أهل العائلات فيهم يعني لست بأنقبهم ولا أشرفهم قال أني لا أضيع ما كفيت ولا أضيع ما وليت هكذا كانوا وكذلك قال مالك ابن دينار رحمة الله عليه قال إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك قد تكلمت فيما لا يعنيك يا أهل شوف كميتين دول يقول لك إذا رأيت قساوة في قلبك لو حسيت أن قلبك آسي أوي كذا لا يتدبر معاني لا يتدبر القرآن ولا الذكر ولا شيء إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك حاس أنك أنت جسمك خامل ومش قادر تقوم وكذا إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك قد تكلمت فيما لا يعنيك وأكثر ناسي ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه أكثر ناسي ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه أنت بترش في الموضوع ده ليه بتتكلم فيه أي موضوع بما أنت بترش فيه لماذا تتكلم فيه وهو لا يعنيك كان الشافعي رحمة الله عليه يقول لتلميذ الربيع ابن سليمان قال يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إن تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها طالما كلمة خرجت منك أنت أصبحت أسيرا لهذه الكلمة خلاص وكان عمر رضي الله عنه يقول إياك وما يعتذر منه تغلطش ترجع تقول لنا ياسف تغلطش ترجع لنا ما كانش أصدي تغلطش بترجع لنا ما كنتش أصد المعاني دي خالص لا إياك وما يعتذر منه ولله ضر الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان يقول احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الأقران يا ما في المقابر دي من ناس قتلت وماتت بسبب ألسنتهم ليه ممكن يقول كلمة يوقع مثلا بلد أو عيلتين فبعض يروحها في الرجلين النميمة ممكن يقول كلمة يقتل بها ليه يقولك دي مثلا ممكن يتكلم على أي امرأة مثلا يأخذها مثلا زوجها تأخذه العزة ويقتله بيساوي بسبب كلمة كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاؤه الأقران كانت الناس ممكن تخاف منه لما تقبله لكن ما الذي أودى به لسانه لسانه واللسان هذا أيها السادة كالسبع زي الأسر بالضبط لسان كالسبع إذا لم يحجمه المرء ويلجمه فإنه يعد عليه فإنه يعد عليه ويلحقه ضرر ذلك اللسان يبقى أنت لازم قبل ما تتكلم شوف مقالك كلام ده إيه وقبل ما تتكلم تنظر هل هذا كلام يعنيك أو ما لا يعنيك فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا وإياكم ممن يتكلمون في مراضيه سبحانه وتعالى وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة